اكد سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن الوزارة تولي وبدعم من الحكومة الموقرة اهتماما كبيرا بالمحافظة على الرقعة الزراعية بالمملكة باعتبارها أحد أهم مقاومات تنمية وتطوير القطاع الزراعي وهو ما يظهر جليا في استراتيجية الوزارة ضمن برنامج عمل الحكومة وأشار الوزير خلف إلى أن مساحة الأراضي الخصبة الصالحة للزراعة في المملكة تبلغ حوالي 3700 هكتار تقريبا وبين الوزير أن مساحة الأراضي التي يمكن استصلاحها تبلغ حوالي 1300 هكتار تقريبا حيث تسعى الوزارة ضمن استراتيجيتها إلى تشجيع الاستثمار في المجال الزراعي وأوضح الوزير أن هناك 720 مزرعة خاصة مقامة حاليا في الأراضي الصالحة للزراعة تتركز غالبيتها في المحافظة الشمالية كما أن هناك ست مزارع حكومية مقامة على تلك المساحة تشرف عليها الوزارة وأكد الوزير أن الوزارة ماضية في استراتيجيتها نحو تنمية وتطوير القطاع الزراعي من أجل المساهمة الفاعلة في تحقيق الأمن الغذائي حيث أولت الوزارة اهتماما كبيرا بالرقعة الزراعية المتوفرة في المملكة وذلك من خلال تنشيط القطاع وتحفيز المزارعين لاستغلال الأراضي الزراعية عبر تقديم الحوافز والإعانات الزراعية والخدمات الفنية والإدارية بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الزراعي اشتركوا في القناة